حبايبي بعد ما أخذنا مقطع دا اليوم رح ناخذ مقطع دو دو أخذنا حرف الد والآ دا اليوم رح ناخذ مقطع دو دو رح بدي أكتب لكم مقطع دو د أو أو دو دو ونجي عليه دو 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 وين مقطع دو هذا مقطع دو دو هذا مقطع دا ليش لازم أفرف حتى أعرفه أتهجة الكلمة الدو وراها الأو أقول دو وراح أبدي أشرح لكم الدرس الجديد اللي هو دادا دور دادا دور هنا حبابي كيف تشوفون بالصورة؟ كيف تشوفون بالصورة؟ بيت بيت لكن ليس بيت واحد واحد اثنين ثلاثة بيت واحد تنين ثلاثة بيت هذا البيت الأول هذا الثاني هذا الثالث لأن البيت الواحد ما يسميه؟ دار بس البيوت الهواية ما يسميه؟ دور سأبدأ أقرأ لكم الموضوع اللي هو دا دا بس الشيء لا أرجع أتهجي لكم الكلمة دا أو آ دا دا أو آ دا قلنا دا بصف دا ما سيحدث؟ دا دا معناها جوا الصورة، ما هي الصورة جواها؟ معناتها الطفل الزغير نجع لكلمة دور دا أو أو دو هذا حرف حرفنا الجديد حبايبي هذا أو هذا ما يسميه؟ أو ما يسميه؟ أو دا أو أو دو أر دور دا 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 دور دا دا دور دا دا دور دا دور نجي على الكلمة الوراها الكلمة الوراها شنو؟ دا 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 بس رح تهجي لكم إياها، ما ليس الرأس اللي نقول دا دا لازم نتهجي دا أو آ دا 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 أو آ دا شنو معنى دا دا؟ معنى هالطفل الزغير بالبيت نجي على كلمة دور دا أو أو دو أر دور دا أو أو دو أر دور هذا يا مقطع دو دا أو أو دو أر دور هذا مقطع دو دا أو أو دو أر اللي أخدنا حرف الأر دور معنى بيوت هواية دا 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 دور دور نجي على الكلمة الوراها دا 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 شوش أنا ألفظها؟ دا أو آ دا 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 أو آ دا دا نجي على مقطع دار دا أو آ دا أر دار شنو معانا الدار معناه هذا بيت واحد دار شنو معانا الدور معاناها بيوت وهواش نبدأ نتهجج دور داء أو أو دو أر دور دار دور دار دور نجي على داء أو آ داو أر دار داء أو آ داو أر دار نجي على مقطع دور دو ماذا هو المقطع؟ دور حبائبي كنا ماذا هو المقطع؟ دور دور دار دور دار دور معناتها بيوته هواية بيوته هواية حبائبي بعد ما قرأنا كلمة دور كلمة دور رح نبدي تتكون العفو كلمة دور من د وقو دو من د وقو دو من د مقطع دو هسا خدنا مقطعين الدار والدو الدار والدو حبائبي بعد ما شرحنا دار دار ودور ومقطع دا ودو وكلمة دا دا رح ننهي درسنا لهذا اليوم حبائبي الحلوين واللي اريد منكم تعرفون تكتبون حرف د والأو والآ ذني اهم شي د والأو والآ حبائبي رح ابدأ اكتب شان اكتب حرف الد هذا حرف الد وهذا الآ وهذا الآ ذني لابد ان نعرف نقراهن هذا يا حرف حبائبي د هذا يا حرف حبائبي هذا آ هذا يا حرف حبائبي هذا القو ها حبائبي خلصنا الدرس بس اهم شي لازم نحفظ الحرف الد والآ والقو وياكم معلمة القراءة ستسرة من المدرسة العراقية الألمانية